زايد وش عجبك؟ زهراء أنا قلت لك دخلي كمان دخل اوه ماذا نحن نقرأ لا لا أنا حبيت زهراء تكلم من جانب تنظيمي لأنه شفنا في الشانة هاد العام روعة في تحضير حفل افتتاع أنا أعجبني الأكثر يعني سنروح من جانب يمكن لمشاهدة يموافقوني خاصة هو أنه عدنا نشوف المرأة الجزائرية والعائلات الجزائرية في مدرجات الملائب شوفي شوفي فمتع لاش خليت لها الكلمة أنا فاهم أنا فاهم عطيتها لكي باللوم ملاحظ لا لا شوف نقولك حاجة منذ سنواتنا نقولك ربما في العشرين ولا خمسة وعشرين سنة الأخيرة تقريباً ما نشوفوش العائلات واسمها في الملائب مستحيل مستحيل في أي ملعب سواء من خمسة جويل يا أي ملعب اليوم لما بدأت الملائب يعني جاءت تشغل ملائب جديدة ملائمة ملائمة والتبنات كنقولك وفق الإطار العام تاع الملائب هذو هم الملعب اللي لازم يكونوا وله شوف ننظن منذ بداية ألعاب البحر الأبيض المتوسط اللي جرت فيه وحران صحيحة الناس العائلات قاعوا ولو يجو للملعب اليوم أنا نقول الحاجة اليوم نسى وحدهم يروحوا عائلات ولادهم إلى آخرين ونسمع البارح حاكم الدان اللعب دولي السابق يقول لك وينفوا ولو الناس يجو للملعب بلا ما يشتموا بلا ما يقولوا كلمة مش مليحة لأنه الملعب اليوم فيها واسم أختي واختك وعمي وعمك وعمتك وكذا معنى هولات العائلة الجزائرية منطقيا هذه هي علشك لما نشوفوا مثلا في الملعب الأوروبية تلقى الناس قاعدين يجو عائلات ليبيبي هذي اليوم احنا حبينا نمدوا هذه التقافة جديدة اليوم هذه التقافة هي موجودة إلا في المنتخب الوطني باش ندوها لأنها شوية صعبة بالصح ننجموا بالعقل لما نقولوا مثلا واحد يجي للملعب هي لوجيكمو مش ملعب كرة قادمة هو مصرح نعم شوية حركة هي سبيكتاك سيتين سبيكتاك الجي الموجودة ومعبكة هذو وقع داخليا شوية حركة تشوف واسمه الفيلم مع المبنى لكي شو اسمه يموت ويعيش ويتزوج ويتدخ ونتيجة حالا تكون